موسيقى قدامهم انه نكونوا منظمين غرادنا قدامهم انه نقدر نلاقي الغراد بالجزدين تبعنا او حاليا بشانتة البحر لحتى ما ينتزعوا ما ينتلوا ماي رولا أبي نادر عندها بروداكت بي مين اكتر من النحلة هو منظم رح نشوف اليوم شانتة بي للجزدين وشانتة بي اللي نعملت حاليا خصيصا للبحر صباح الخير رولا مجرور رولا رولا سبق وعرضت بي ام تي في الايف شانتة بي او اورجنايزر اللي هو اورجنايزر للجزدين بي للجزدين العادي اليوم عنديك بروداكت جديد هو لشانتة البحر رح نتعرف رح نرجع نتذكر بي للجزدين سواء ونرجع نشوف البرودكت الجديد صح بلشت انا بالبيل للجزدين النسوين هو مألف من 13 جايبة نعم سهل الاستعمال كتير منحط كل غرادنا فيها البوشات المصاري السلولار الكليو اس بي المفتاح كل غرادنا منحطها بجزدين وبس ما نغير جزدين تاني نهار أو بنفس النهار حتى قويت منضطر نشيله ومنحطها بجزديننا التاني نعم الماتير اللي معمول مننا الماتير هي المنحطة خاصة للشي نعم صح لتمين جوة وتيكون هيك براتيك أكتر استعمال يومي مابين جوة وحتى إذا نجوا منقدر نغسله نقدر نغسله ونمسحه نعم في كزالون في خمس ألوان يلي هني أحمر أسود أزرق الأزرق السماوي ورمادة جايبت لنا صور رح نشوفهم سواء رح نمرقوا الصور هيك رولا إلا قدي شانتة بي بالأسوى إلا من ديسمبر وقتها جيت عندكم أنا على الام تي في أول مرة كان في اللانشينغ طبعا هيدول الألوان طبع البي الأساسية ميك لايف سيمبل عم بتسهلي لنا حياتنا عم بيكون في تنظيم أكتر هيدا أهم نقطة كانت عندي بتسويق الفكرة طبع البي نعم اخترأت هالشنطة بناء على حاجة شخصية رولا يعني كنت تحس إنه عنديك مشكل بهالموضوع مية بالمية عالطول وقتها كنت بدي مثلا تكون وقفة بمطرح بدي جيب غرض من جزداني أول شي استحق افتحه تاني شي قعد ش ديقتان ثلاثة وقفة يا قدام الكاسة هيدا عم نبش ياعه مصرياتي ياعه السليلار ياعه شي غرض بقى من هون طلعت الفكرة وكتير مقتنعة فيها وكتير مبسوطة فيها وكتير العالم عم بحبوها يعني هيدا اللي كان بدي اسألي كيرولا بهال كم شهر اللي مرأه لما نزل أورجنيزر به على الأسواء هل حسيت انه كان حسب طلب السيدات أو حسيت انه يمكن لازم يتغير شي لأنه نحن بنعرف انه عندك افكار عم بتكون جديدة وبعد في افكار جديدة رح تنزل على السوق وبول الفكرة كان بطريقة مش تبعية بس تتشوف الحاجة تبع المرأة قديشها قوية لهيدا الشنطة الأورجنيزر تبع البي وعالطول بيقول لي ايه اوكي وشو عنديك شي جديد بقى انا نزلت لهم هلأ بروديو جديد هلأ بفسر عنه كمان كمان هون هيدا الصورة عم بتدل شوي تفصيل تقسيم البي ايه شو بسعب قلبها نعم وكيف عم بتكون داخل الجزدين من اي اياس اللي كان يعني هل اياس كان صحيح رولا أو حس انه رح تعملي يمكن اياسات اكبر اصغر بعد رانيا رح فوت بكتير بكتير ديتيج بكتير تفاصيل بس هلا امبلشي بهيدا الجزدين وبهيدا الاياس يلي هو بفوت بكل الجزدين الوسط والكبيرة اكيد مش جزدين السهرة مثل ما قلنا هذي كل مرة على كل جزدين السهرة يعني ما بحاجة تستعمل شي ولا بوشات ولا شي منه يعني بتحطي غراضين ثلاثة صغار فيه فيمكن مش رح تكون حاجة لجزدين السهرة اليوم نحنا ببداية موسم الصيف رولا مزبوط ارتقيت انه ايضا في حاجة بي شنتات البحر لبي اورجنايزر شو الحاجة الي كانت اصلا بس تبرم شوي بالسوب تفتح الساكات الكبيرة طبع البحر بتلاقيها فاضي نحنا شو منجي منعمول منقض منحط كيس البيبي اويل نعم كيس الجال دوش كيس بس نخلص بالميول المبلل نعم بقى عملت هيدا الساك انا هيدا الباكتجينج تبعه نعم كمان عم يمرقوا الصور اكبر شوي من قياس البي للجزدين اه اي طبيعي لعن البحر بتارفي في منشفة بدا تقعد بالكعب فيه غراض اكتر شوي حجمة اكبر من الورجنايزر وفيه تقل يعني عم نحكي نحنا بزيوت يمكن انينة ماي يمكن غراض للولاد ففيه عم بيكون غراض اكتر حجم اكبر صحيح ووزنون اتقل انا كمان كزالون صيفي خمس الوان اذا بتشوف هيك الوان صيفية كتير كتير فرحة خرج السيف خبرين عنه وهيدا كمان مألف نظمته بطريقة يسيع انينة ماء هوني انينة الزيت انينة الجالدوش من جوه فيك تحطي المساري الكارت المفتاح المنشافة بتعمليها هيك بطريقة ملفوفة بتحطيها بالكعب فرجينا بقلبه هيك شوي رولا نشوف كيف مقسم جوهة الجزدين عم نشوف جياب برانية وجياب داخلية ايضا صحيح اللقماشة ايضا وميزة والقماشة هي من نيلون تارفي الزيت ويدينا بيكون على البحر ملح او شي هذا ابدا كتير براتيك يعني لهذا النقطة ولهذا الموضوع ولما منحط الشنطة البحر على الارض يمكن اوقات بيجي عليها شوية ماء هون ما عم بيفوت شي اي شي على الاغراض ولا رمل بس بدي اذكر بالنقطة كتير مهمة انا هيدا الساك هو لقلب جزدين البحر هيدا نقطة بس قد مطاليا حلو كتير عم يستحلو انه يحملوه هيك لوحده ويمشو فيه بين اللون وبين الشكل طبعه بس هو لقلب جزدين البحر فممكن يكون استعمالو لوحده رولا نزل على الاسويه هيدا نزل على الاسويه اكسكلوزيف بالسيند اف نعم بالستف روعة تابعه نعم زلقه مترو حمره ديتي جناح وصيدا نعم رولا ولمتد كوانتيتيز للموسم الصيفي رولا هل ممكن نحط في تليفان هل ممكن نحط في اي ورقة يعني لما بيكون عنا ورقة ما يمكن كلينكس بكل بساطة عم يفوتوا عليهم شيء ابدا انا حتى جربته يعني بنفسي قبل ما احطته بالسوق جربته كتير براتيك كتير منيح نعم تحطي السليولار بمطرح كتير هين ترجعت شيلي تترد علي رولا شو عنديك محضرتين لنا جديد طبعا منذكر انه بي برودكت اي اورجنيزر لبي موجود اكسكلوزيف بي سيند اف هون عم نشوف انه في غراض كتيرة محطوطة يمكن هون عم نفكر انه هاس الجزدين صغير شوي صغير ايه بس مفعوله كتير كبير لك شبسي اغراض مغضوم مفعوله كبير جدا يعني حتى العوينات مشكوكين من بره اي حزاء للبحر اي شابو للبحر اي كرام اي زيت عم بيكونوا ايضا منفصلين عن بعض يعني هاي يعني ما في ريسك تجوي غراضيك انت وعم بتحتيه حتى بس خلصي ما نشفتك الماي او ميوتك او شي في شي مبلل ما في مشكلة انه تحتيها بقلب يمكن كمان منفكر ناخد للولاد او قات سناك صغير شوي تفوكي ما بعرف اذا في اشخاص بي اتضمان تالشي بي انتر بارانتاز في مرة شيفتو نعم هي موالدة زديد شيفتو لببرون لبامبرز ايه ورح تاخد منه يعني عجبتها كتير الفكرة ممكن يستعمل عدة استعمالات رولا اسعارهم طبعا اسعارهم كتير طبيعية وكتير سهلة يعني في مين ما كان في يحصلها مين ما كان في يحصل اليون كدو حلو لصيفية شو عنديك جديد لبيه هلا جديد بعد شي هيك شهرين ثلاثة مثل العادة موسم على موسم جديد رح يكون في قطعة كتير قوية كمان رولا شو عمين طلب شو عمين طلب شو عم تسمع هيك عمين طلب بسمع كتير للمكياج بسمع للفيرني وللبيجو نعم هل يمكن يكون فيه برودكت لاختصاصيين يعني متل ما عم بتقولي يمكن لمكيار لشخص بيشتغل بالمانيكور هل ممكن تخصصي برودكت بي لأعمال معينة؟ ممكن بس أنا عم حاصر الموضوع شوي بالنسوين لأنه هني عندهم هدول الاحتياجات كمانا داخلك ما ذكرتين الله سميتي بي بي نحلة لأنه بي هي التنظيم كله بحد ذاته شكرا لقلك يا ناحلين نحنا منتمنى لك كله تفيق طبعا منذكر أنه فينا نلاقي برودكت بي بجميع فروع سي أند أف بيهتم بس بدي ذكر على الأديم هو بعضه بسي أند أف أكيده بكل فروعته الستة وبس كمان بعضه موجود كمان بالمحلات التانيين اللي كان معروض فيه اللي كان معروض اللي هنه بلوم منصورية نحن نتوقف للاحظات جوكان عينس عادة كمان عينس عادة لارينا بالفنار اتش أنسي نقاج بسكنوش تايا بمطايليب كل المحلات بعض الموجودة وعن بيكون لهم ستاند خاص لهم صح على الكاس ضغري بيبين بالوجه شكرا للك رولا أبيناد نحن نتمنى لك التوفيق بكل البرودكت اللي عم بتنزليهم بهالاختراعات الجميلة والعملية اللي عم بتقدمي لنا شكرا لك نحن مشاهدين نحن نتوقف للاحظات ونرجع من تابع MTV Alive سوا